اشتركوا في القناة وهذه أحد العينات التي دراستها في السابق عبارة عن قد تكون نوع من نواع نيازك الصاقطة من خارج كوكب العرض نيزك خارج كوكب العرض بعد دراستها يعني لقينا في بكتيريا ولقينا مخطوقات كثيرة جدا فيه ممكن يعني تلقون فصائل أخرى من الأحياء الدقيقة هذا أيضا نوع من النواع النباتات التي تعيش في قاع البحر عمرها لا يقل على 250 مليون سنة مثل ما تلاحبون العينة متحجرة يعني أنا من عشاق صراحة علم النباتات المتحجر كوني درست أكثر من 9000 عينة حبريات أخر 9 سنين أو 10 سنين هذه أحد العينات التي ترجع إلى الخشب المتحجر ترجع إلى أحد الأشجار الكبيرة التي كانت تعيش قبل 60 مليون سنة مثل ما تلاحظون هذه أحد العينات التي درستها في السابق أيضا عبارة عن نوع من أنواع العظام المتحجرة مثل ما تلاحظون عظمة ديناصور متحجرة قبل 60 مليون سنة تقريبا وعليها السجة أيضا هذه أحد العينات التي درستها في السابق عبارة عن نوع من أنواع الرخويات ترجع إلى فصيلة من فصائل المحارة التي كانت تعيش قبل تقريبا 400 مليون سنة مثل ما تلاحظون هذه عبارة عن تقريباً عينات من فصيلة من فصائل المرجان التي تعيش في قاع البحر أو على الشواطئ وهذه العينات عبارة عن فصيلة نادرة جداً كانت تعيش في السابق قبل 60 مليون سنة تقريباً نهاية حصر الطباشيري قبل أن تنقرب وتتطور أيضاً كما تلاحظون وإيضاً تشبه النباتات التي تكلمت عنها في السابق سوف أخرج عينات كونها بعيدة هذه أحد العينات التي درستها في السابق عبارة عن نوع من أنواع نيازك مثل ما تلاحظون يوجد فيها معادن أيضاً مثل ما تلاحظون هذه أيضاً نوع من أنواع صخور قد تكون صخور نيزكية خارج كوكب العرض مثل ما تلاحظون وفيها معادن وتحتاج إلى دراسة بشكل أكثر ممكن تلقون فيها بكتيريا وحياء دقيقة يعني ممكن تساعدنا في البحث هذه عبارة عن أسنان أسماك قرش متحجر كانت تعيش قبل 60 مليون سنة نهاية عصر الطباشيري قبل الانقرام يعني طبعاً هذه فصيلة ترجع إلى فصال متعددة من أسماك القرش ليقل عن 14 فصيلة من أسماك القرش وطبعاً يعني ممكن تلقون خلايا دم متحجرة في العينات طبعاً درستها بالكامل أكثر من 500 سن مثل ما تلاحظون هذه أحد العظام المتحجرة التي درستها في السابق ترجع إلى عظمة ديناسور متحجرة درست الخلايا اللي فيها خلايا الدم اللي فيها كونها فيها خلايا دم بنسب بسيطة جداً أحد الرخويات التي درستها في السابق ترجع إلى نوع من أنواع المحار وهذا المحار عبارة عن تقريباً فصيلة ترجع من فصائل التي تعيش في سرلانكا كوني رحت في رحلة بحثية لدراسة الرخويات هناك ولقيت لي هذه العين المتحجرة في أحد الصخور وتم التنقيب عليها واستخراجها مثل ما تلاحظون فيها عينات أخرى من كائنات أخرى ممكن تشوفونها يعني كانت فيها أيضاً طفيليات وبكتيريا والطحالب كونها يعني معرضة بنسب كبيرة جداً في البحر طبعاً هذه أحد الصخور التي درستها عبارة عن عظام ديناصورات مثل ما تلاحظون عبارة ديناصورات متحجرة ومتكسرة عمرها الأي أقل عن 60 مليون سنة نهاية عصر الطبشيري نهاية عصر الطبشيري يعني قبل 60 مليون سنة تقريباً ومتكسرة كونها ومتكسرة 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 هذه أيضاً الرخويات التي درستها مثل لقبل شوي لكنها ليست قديمة لتلك الدرجة عمرها لا يقل عن 60 مليون سنة ومتكسرة من عينا متحجرة مثل ما تلاحظون مثل ما تلاحظون هذه العينا أيضاً فصال من الرخويات عبارة عن حلزونات متحجرة عمرها لا يقل عن 60 مليون سنة نهاية عصر الطبشيري هذه نوع من أنواع عظام الديناصورات المتحجرة القديمة طبعاً هذه عظمة فيها خلايا دم مثل ما تلاحظون لونها أحمر بالنسبة كبيرة جداً وفيها الدم القديم المتحجر ممكن تلقون يعني فيها عينات جميلة جداً لدراسة يعني الخلايا القديمة لكنها يعني خلايا متحجرة بالكامل ما رح تستفيد منها نسبة كبيرة جداً لكونها يعني يعني تحتاج إلى جهزة ضخمة جداً وبحوث ضخمة لاستكمال البحوث والتعمق فيها هذه أحد العظام أيضاً عظام الديناصورات المتحجرة ممكن تلقون فيها خلايا دام وانسجة أخرى قديمة على حسب يعني نوعية العينة إذا كانت عينة جميلة وممتازة ممكن تلقون هذه أحد العينات التي درستها في السابق أيضاً عبارة عن حلزونات طويلة تعيش حول البحيرات والبرك المائي القديمة قبل 60 مليون سنة تقريباً هذه أحد العينات التي درستها في السابق أيضاً عبارة عن فصائل من الرخويات مثل ما تكلمنا عنها لكنها يمكن قد عاشت قبل أكثر من 40 مليون سنة وليست قديمة لتلك الدرجة لكنها عينات متحجرة وجميلة جداً ممكن تحلمنا عن نوعية البيئة التي كانت تعيش فيها على حسب هذه أحد الرخويات أيضاً عبارة عن محار لكنها حديث عمره لا يقل عن مئة سنة هذه أحد الصخور التي درستها ترجع إلى عظمة ديناصار مثل ما تلاحظون وضخمة جداً يعني تحتاج إلى دراسة وتعمقها كثير كونها يعني فيها أسرار كثيرة جداً لما أعرفها بعض سنتقل هذه أحد الحشرات التي درستها في السابق مثل ما تلاحظون هذه الحشرة لنها أخضر تعيش في الغابات المطرية ومن تشرب نسبة كبيرة جدا في الغابات المطرية هذا المحار أيضا محار لا يقل عمره عن مئة سنة هذه أسنان اسمها قرش متحجرة ضخمة جدا وطويلة مثل ما تلاحظون عمرها لا يقل عن مئة وعشرين مليون سنة بداية عصر الطباشيري كونها أسنان طويلة جدا ترجع إلى فصائل من أسماك القرش القديمة لكنها عينات متحجرة وفيها خلايا دم وكانت يعني بحثي فيها على السريع يعني لكنها راح تشوفونها في الكتب هذه عبارة عن فصال من الرخويات المتحجرة مثل ما تلاحظون عبارة عن رخويات متحجرة تحتاج إلى محار على حلزون على قواقع متحجرة وفيها عمرها لا يقل عن ستين مليون سنة هذه أحد العينات التي درستها في السابق عبارة عن عظمة ديناصور متحجرة أدري إذا أنت تشوفونها عدل هذه عظمة ديناصور متحجرة ترجع إلى مخلوقات نفس العصر اللي تكلمنا عنها نهاية عصر الطباشيري قبل ستين مليون سنة تقريبا وطبعا فيها خلايا دم وانسجر متحجرة هذه أحد العظام المتحجرة كما تلاحظون قد تكون سميكة نوعا ما وترجع إلى فصال ترجع إلى قبل ستين مليون سنة كونها أيضا فيها انسجة أيضا لكنها يعني عظام ضئيلة وجزء من عظمة ضخمة يعني ومثل ما تلاحظون هذه أيضا عظمة قد ترجع إلى عظمة عظمة ديناصور ضخمة جدا طولها لا يقل عن أربع سنتيمتر قد تكون ترجع إلى أحد الديناصورات الخديمة لكني لا أعرف كم عمرها بالضبط لكنها من تقديري لا يتقل عن ستين مليون سنة والعينة متحجرة بالكامل أحد العينات ترجع إلى فصال من النباتات البحرية التي تعيش في قاع البحر مثل ما تلاحظون أدري إذا هي واضحة مثل ما تلاحظون تقريباً هذه نباتات تعيش في قاع البحر على مستوى 35 متر في قاع البحر ولكن في علماء حتى الآن قالوا أنها لم تنقرب لكنها تقورت إلى فصائل أخرى وهذه أيضاً عبارة عن صخور بركانية ممكن تشوفونها جامب بركين إلى هنا انتهى الدرس كان معكم الدكتور خالد بن سعد حليبي وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم ونكمل السلسلة الكبيرة شكراً